هذا على الجانب الشبابي الجانب النصراوي النصر لازال اليوم وليد عبدالله كان يعني نقطة خلنا نقول عدم تفاؤل بالنسبة للنصراوي لكن يقعد يقدموا اللاعب يقدموا السوايا الجيدة عبدالله الخيبري قعد فوفان احتياط واصبح الحين يغطي اخطاء اوتافيو وبروزوفتش اعود يلا تحت اتكلم النصر طبعا ابارك للنصر الفوز النصر لازال يعني بقول الكلمة انه راح للصين بس ما رجع لنا النصر اللي رجع فريق لعيبة فقط لكن النصر اللي قبل التوقف ما هو بالنصر اللي بعد التوقف اخطاء كبيرة كل النتائج اللي حققها النصر وكلها فوز بعد التوقف باستثناء مباراة الهلال اللي خسرها في كاس موسم الرياض النصر يفوز باجتهادات لعيبته النصر عنده تنوع هجومي خطير جدا عنده تتكلم عن تاليسكا تتكلم عن ماني تتكلم عن كريستيانو وتافي وبرزفتش ووراهم الخيبري قاعد اليوم يعني قاعد بدأ صار يصنع ويلعب كور للامام بشكل كبير ولكن النصر والكورة مع الخصم النصر فريق خارج الخدمة ما في ضغط على المنافس ما في أي شكل دفاعي للفريق من السهولة أن يخترق والدليل على ذلك أنه لما كان نوافع العقيدي ماسك كان واحد من نجوم الموسم للنصر هو النوافع العقيدي دليل على إيش؟ دليل أن اللاعب قاعد ينقذ الفريق من هجمات كثيرة نفس الشيء اليوم وليد عبد الله توفق في أكثر من كورة وخلص أهداف محققة للشباب طبعا لا أغفل عشان ما أكون قاسي لا أغفل التأثير الكبير للاعب ونجم أنا توقع أنه واحد من أهم نجوم الكرة السعودية في الوقت الحالي اللي هو سلطان الغنام سلطان الغنام أكيد مؤثر في النصر المدرب ما قدر يحسن إقفال هالخانة سراحة يعني خيار لجامي أنه يكون ظهريمين ما أشوف أنه خيار جيد يبدو لي أنه لو بوشل كان من الأساس لعب ظهريمين ممكن يكون شكل النصر أفضل ولكن عشان برضو نتكلم بواقعية أكثر حتى والغنام موجود الأخطاء في دفاع النصر وفي الثلثة الدفاعي النصراوي واضحة وكبيرة جدا النصر استطاع أن يفوز أو يصل إلى ما وصل إليه اليوم بالقدرات الفردية الرهيبة والتنوع الكبير هجوميا عنده سراحة النصر هجوميا يعني أتوقع أنه من أفضل إذا لم يكن أفضل فريق في الدولة كتنوع هجومي فهو من أفضل الفرق عشان كذا نقول النصر صعب أنه يستمر إذا ما قدر المدرب يجد حل لطريقة لعب الفريق والكورة ما فيه ما ترجمة نانسي قنقر